نروح لشنوي تاني بيرامدز شفناه الموسم ده طبعا ينافس منافسة قوية جدا للنادي الأهلي على طول الدوري العام ودايما كل الأراء كانت بتجمع على ان شنوي هو المعضلة الأساسية لبيرامدز في المنافسة أحمد شنوي أحمد الشنوي أحمد شنوي طبعا يعني انه هو أنا فاكرك بتقولي على محمد الشنوي لا طبعا بيرامدز نفسه أحمد شنوي احنا عندنا شنوي كثير بقى فيه شنوي في الزمالك دلوقتي فبقى عندنا سلسلة شنوي يعني فدايما بيشوفوا ان مشكلة بيرامدز في حراسة المرمى ان هما ما عندهمش حارس مرمى قوي على قدر المنافسة بتاعتهم في الدوري ايه رأيك؟ كلام مش مزبوط طبعا لان بيرامدز لما جيه اختار اللعيبة اختار كل اللعيبة اللي في الدوري المصري المميزين واحمد الشنوي وأنا برضو ديسا مسؤول ومصمم انه هو من المواهب الكبيرة جدا جدا اخر 50 سنة الناس هتقولك ده اميل بيقول ايه كلام عشان شافوا مطشين مع النادي الأهلي لكن امكانات الشنوي انا لعبت معاه وكان راجل لعب اساسي في المنطقة بمصر وراجل كان ماشي كواس جدا في المصري وراح النادي الزمالك ماشي كواس جدا وكان راجي على مصر تاني ماشي كواس جدا وعشان كده النادي وكان فيه كلام اصلا يجي النادي الأهلي الفكرة في عقلت الشنوي النهاردة طبعا العقلية اختلفت وتطور ولكن الشنوي محافظ على اسمه وأنا زعلان منه على فكرة وزعلان عليه في نفس الوقت لان امكانات الشنوي اللي انا عارفها من خمس ست ست سين كان لازم يحترف برا وفي طوب لبل كمان مش اندية اي كلام لكن هو مركز برا الملعب ومش مركز جوه الملعب ومش ده امكانات الشنوي اللي انا عارفها ومش رأيي انا بس ناس تير جدا عارفة امكانات الشنوي وناس نجوم كبيرة جدا عارفة الكلام ده وناس كتيرة جدا متتكلم على احمد الشنوي انه هو ما هوب كبيرة جدا لكن انا كان نفسي يبقى في مكان تاني مكان تاني مش غير مش انه هو في تورا متزوحش لا في مكان تاني برا اوروبا وصلاح حاول معان لازم يسافر برا وراح معايشة على فكرة في فيا ريال اظن قبل كده لا امكانياته مفروض ان هي يكون حارس مميز وان هو يحترف برا اصابات عطلته كتير كده برضه يعني في جزء هنقول 20-30% اصابات عطلته كتير جدا جدا ده برضه فرقت مع ان هو حاول يرجع تاني ويمكن انا كلام كتير معا انك انت لازم انت تبقى موجود من 3 اربع اسامي الموجودة المميزين في مصر ولازم يكون موجود من تاني اسمه او تالت اسمه او من اولي الاسماء الموجودة في منتخب مصر لازم احمد الشنوي يكون موجود لكن هو انا معرفش ظروفه ايه تفكيره بيفكر ازاي ايه اللي معطله اصابات اللي حصلتله عدم التوفيق في حاجات معانا لكن الناس بتحكم على فكرة الشنوي عامل معشات جامدة جدا برا الاهل والبرمز يعني مثلا برمز وما قولينت ليه نجمل ماتشو الاتحاد وبرمزات ليه هو من احسن اللعيبة بدليل ان الكابتن الكوتش اللي معايا مقتنع بي امكانياته مقتنع ان هو حارس مميز جدا تعالي بقى على الطرف الثاني بالنسبة لحاصل مرمع شريفي كرامي شريفي كرامي حارس اه سنه كبير لكن امكانياته البدنية يقدر يبقى موجود خيبرات كبيرة جدا عنده خيبرات كبيرة جدا لعب مع انتخب مصر ولعب مع النادي الاهل فبالتالي الحتة دي مفهاش مشكله خالص ولكن الناس بس شايف عدم التوفيق في مرشات اهلي وبرمز ان الشنوي دي دور اه في بعضها عمل اخطاء كتيرة جدا في مرش الاهلي ودي برضه مش امكانات الشنوي الشنوي من الناس الاخطاء قليلة من الناس اللي ده من مركزها فانا شايفه مش مركز شايفه هو اثر في حق نفسه اتمنى ان هو يرجع تاني يركز ان هو لازم اسمه كبير لازم يكون موجود في المنتخبات من فعش ان هذا يكون فيه اربع خمس ستة اسامي موجودة وفي اوقات بيبقى جولين الاهلي او جولين الزمالك موجودين في المنتخب مصر وهو مكونش موجود حتة حواس المرمى هو ماشي يعني ماشي كواس بعيد عن المنتخبات الاهلي اللي هو اللقطة اللي الناس شايفها فيها يعني عمل منتخبات زمالك كويس جدا عمل منتخبات الاتحاد كويس جدا ما قولين وماشي كواس بدليل المدرب مقتنع به وبيكمل بعد الاخطاء دي فبالتالي مش شايف فيها ازمة وحتى لو فيها ازمة انت مين عندك اللي يروح نادي براماتز يجيبه يعني كل الناس بتكلم فيهم دول المميزين حتى معدين السن بسام معد السن مهدي معد السن هما جايبين ميهوب بتاع المحلة ده اصلا من ناشئين ديجلة ونادي المحلة يشتريه صغير في السن وقبليه كان عصام صاروت وكان قبليه ناس كتيرهم عاش في كرامي فبالتالي يعني مفيش حد براماتز يقدر يجيبه تاني موجود لكن الشيناوي موجود والشيف كرامي موجود فانا مش شاف فيه مشكلة يعني في الحتة دي لكن هي مشكلة في اللقطة بتاعت الاهلي وبيراماتز انه هو فيه اخطاء عملها في ماتشات الاهلي فبالتالي الناس بقت قول بقت متشاقمه بيه في البيراماتز انه هو ماتش الاهلي خلاص يبقى الشيناوي هيبقى دي دول دي ما كانت شف تتقال عليه فانا عز علان عليه في الحتة دي لكن انا شايف ان ما فيهاش مشكلة خلاص لكن هو ما موسيقى موسيقى موسيقى